السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد إذا كنت ولمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن نسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر التنبيهات ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس الأساسية والمهمة في اللغة الإنجليزية استخدام was aware البعض يجد صعوبة في استخدام was aware في بعض المواضع في اللغة الإنجليزية نتكلم بشكل سهل وبسيط جدا كيف أستخدمها بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية يجب أن نعرف am is are تكلمنا في فيديو سابق الحبر جعله بمعنى يكون يعني am يكون is يكون are يكون إذن جميعها بمعنى يكون هذا نستخدمها بالpresent يعني الحاضر أو المضارع بالماضي بزمن الماضي لا نستخدم am is are بل نستخدم was where طبعا am الماضي منها was البعض تسألوا عن الماضي من am يجد صعوبة أو يفكر أن الماضي من am هو where وهذا خطأ إذن الماضي من am was أيضا الماضي من is was يعني am و is الماضي منهم was are الماضي منها where إذن لدينا في المضارع ثلاث أفعال كون سمينها فعال كون من الفعل يكون am is are بل ماضي am و is تصبح was were تصبح where يعني was نترجمها كان وأيضا where كان لكن نشوف كيف نستخدمها في الجملة الإنجليزية لدينا الضمار كما نعلم يجب حفظها بالشكل المرتب I هي she we you they لدينا I he she it نستخدم معاها was we you they نستخدم معاها where إذن I was he was she was it was we were you were they were يعني I was was بمعنى كنت أو أنا كنت يسمع شخص كنت ما يعرف كيف يحولها على اللغة الإنجليزية I was إذن كنت أو أنا كنت he was كان 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 لاحظ طبعا الترجمة تعتمد على الضمير اللي قبلها كان أو نقول هو كان she was she was هي كانت أو نقول كانت مباشرة لكن ممكن شخص تطلب منه كانت خلاص يقول was طب وين الضمير she was it was كان أو كانت يعني it نعرفها هو وهي لغير العاقل يعني لغير الإنسان هو كان وهي كانت it was بالنسبة الwas كما قلنا I هي شيئت نستخدم معها was we were كنا لكنا نعرف أن نترجمها وأيضا نحولها من اللغة العربية الإنجليزية we were كنا أو نحن كنا you were كما نعلم you إنها خمس ترجمات أنت أنتي أنتم أنتما أنتنا نفسها للمفرد وأجمع ذاك للمخاطبة الشخص اللي أتكلم معه you were كنت يعني أنت كنت أو كنت يعني أنت كنت أو كنتما يعني أنتما كنت 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 أو نقول كنت كنت يعني أنتنا و كنتم يعني أنت يعني أنتم يعني على حسب ترجمة you أو الشخص اللي أتكلم معه يعني شخص يعني مذكر كنت مؤنث كنت إذا كانت نين كنتما أو كنتم كنتن و كنتم إذن على حسب الضمير إذن was لاحظ بمعنى كان و where أيضا كان لكن لاحظ باللغة العربية كان كانت كنت كنتي وهكذا وهي نفسها بالإنجليزية فقط اثنين was و where لدينا they were كما نعلم they انترجمها هم هما وهن يعني هم كانوا وهما كانوا هن كن إذن اللاحظ نفسها و where ممكن شخص كانوا يعني يختلف عليها الواو يعني واو الجماعة أيضا النا أو نون نسوة أيضا ممكن يختلف عليها الما الام يعني التا إذن لذا عشان ما تحتار خلاص لدينا was where وترجمتها على حسب الضمير اللي قبلها كما نعلم I أنا هي هو هي 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 هو وهي و نحن you أنت أنت أنتما وأنتن they هم هما هن إذن على حسب ترجمت الضمير أترجم was و where لكن فقط كان بلغة الإنجليزية فقط لدينا كلمتين هما was و where وأيضا I هي شيئة نستخدم نستخدم we you they نستخدم معها where أيضا ننتبه was where يا was نستخدمه مع المفرد where مع الجما أيضا مع العاقل والغير عاقل كيف يعني the door was white يعني كان الباب أبيض يعني لون الباب أبيض أو كان لون الباب أبيض استخدمنا was لماذا لأنه دور مفرد لكن إذا استخدمنا أو بدأنا جملة جمع the doors لنستخدم was نستخدم where where white كانت الأبواب بيضاء لكن كما قلنا لدينا فقط كلمتين فعل كون في الماضي هي was where was مع المفرد where مع الجما لأنه لأنه لدينا the door يعني it وهي شيء تأخذ was the doors يعني they they were white كانوا بيضاء يعني نقصد بها الأبواب كان أبيض أقصد بها الباب يعني the door was white أيضا إذا كان اسم إنسان مثلا أحمد was happy يعني كان أحمد سعيد لو لو كان أحمد أحمد and ميري صار اثنين بهالحالة نستخدم where إذن where happy أحمد and ميري where happy يعني كان أحمد و ميري سعداء كما قلنا فعل فعل كون ترجم على حسب الفعل اللي قبله أيضا اللحظ happy سعيد أيضا سعداء الصفة لا تجمع ظل كما هي إذن كان أحمد سعيد كان أحمد و ميري أو كان سعداء اللحظ كيف شكل سؤال he was sad يعني هو كان حزين إذن فقط نضع was في داية الجملة تصبح was he sad يعني هل كان حزين فقط إذن دائما was where أثناء تشكيل سؤال فقط أضع في بداية الجملة أثناء الإجابة ياما تكون إجابة yes أو تكون no دائما أول كلمتين أقلبهم yes he was يعني was he yes he was لو كان لا no he wasn't أو شكل كامل was not was in تختصر كما نعلم not أختصرها بهالشكل هذا فقط بداية O أضع apostrophe بعدين حرف T يعني أحذف حرف O أضع apostrophe T إذن he was sad أريد أن فيها لم يكن حزين فقط نضع بعد was not تصبح he was not sad يعني هو لم يكن حزين they were sad أيضا فقط نضع where في بداية الجملة تصبح where they sad هل كانوا حزينين الإجابة كما نقل إياه ما تكون yes أو يكون عندنا no أيضا أول كلمتين بقلبهم where they الإجابة yes they were إذا كان عندنا no no they were not أو weren't أو أضع بشكل كامل where not إذا أردت أن فيها فقط بعد where أضع not تصبح they were not sad يعني هم لم يكونوا حزينين يعني أثناء أن في was فقط أضع not تصبح was not أختصرها wasn't بدلا عن o أضع بعدين t وبصر في عن الفاصة العلوية هذه where not أيضا بدل o أضع بصر في تصبح where rent إذن where rent بهذا الشكل أيضا أثناء السؤال فقط أضع was where في بداية الجملة بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن was where أفعل كون في اللغة الإنجليزية بالماضي أتمنى أن أقدموا شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا